مرحبا مواليد برشد دلو معكم كارني شماس اليوم بدي احكي عن الأسبوع عامل الثانين سبع وشرين تموز يوليو للأحد اثنين قاب أغسطس شوفي عنا بهيدا الأسبوع بهيدا الأسبوع عام نودع شهر شمسي يلي هو شهر تموز يوليو وعم نستقبل شهر قاب أغسطس يلي هو شهر أنا عملت له فيديو لألكن لبرشد دلو لحال لازم تسمعوا وتشوفوا شو توقعات لألكن يلي هو شهر متقلب منه شهر سهل لمواليد برشد دلو خلونا نشوف كيف بدي يكون هيدا الأسبوع بهيدا الفيديو دايما بعطي أنا وصف للأسبوع مثل الأحوال الجوية أنا مسميتها الأحوال الفلكية تانين والتالاتة مواليد برشد دلو بدكن تنتبهوا هني أصعب يومين بهيدا الأسبوع هني أتقل يومين مزاجياتكن منا رايقة أبدا مزاجكن طباكن متقلبي الجو بيحملكن نوع منتقل بتحسوا حالكن أنه شغلكن تقيل بتلاقيوا حالكن ممكن لحالكن يمكن مثل امتحان مثل امتحان نهاية السنة مثل يمكن مشكل خلاف بالشغل مسئوليات كبيرة أو مسئوليات عائلية بدكن تنتبهوا التانين والتالاتة بعض مواليد برشد دلو يمكن عندن ارتباط أو عندن موقف شوي مربك هلا مش بالضرورة يكون سلبي إذا عرفتوا تعملتوا معه بهدوء وبفلكسبلتي مروني حاولوا ما تنهوا شهر تموز يوليو بهاليومين لأنه متقلبين وصعبين الأربعة الخميس والجمعة الأربعة تسعة وشرين تموز يوليو خميس ثلاثين الجمعة واحد وثلاثين تموز يوليو حتى الساعة ثلاثة بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي أي تناش الظهر توقيت العالمي الأمر موجود ببرش القوس هاي هي الفترة الأفضل لتنهوا فيها شهر تموز يوليو ولتنهوا فيها كيل هيدا الأسبوع هاي نصيحتي لقلكن هاي المعلومات الفلكية هايك بتقول هاي دي الفترة مناسبة لحتى تتصلوا بحدا تاخدوا رأي حدا تستشيروا حدا أو بس تلتقوا بأشخاص وتضحكوا وتلاقوا حلول بالرضا وبالتعاون وبالتفاهم إذا بعدها نكون شي ما نكونوا مخلصينوا بهالأسبوع وليزم تشتغلوا عليه رجاءا الأربعة الخميس والجمعة ماكسيموم حتى الساعة ثلاثة بعد ظهر توقيت بيروت يلا عم يتبعني من القرى الأمريكية من الصبح الأمر بينتقل من برش القوس ببطل معكن بينتقل لبرش الجدي الأمر بيوصل لبرش الجدي بتمام ساعة بعد الظهر معكن حتى الأحد مساء تسعة واثنعشر دقيقة المساة توقيت بيروت الصيف أضعف فترة بهذا الأسبوع هي فترة وجود الأمر ببرش الجدي المجازة في ممنوعة القرارات الحاسمة ممنوعة لازم تنتبهوا لصحتكم لازم تنتبهوا لشغلكم لازم تنتبهوا لاستقرار علاقتكم خصصوا فترة وجود الأمر ببرش الجدي فقط لأمور بسيطة فقط لأمور هيني سهلي ومن نملبكي الأحد الساعة الثنين الأحد الثنين أب أوسلس ساعة تسعة واثنعشر دقيقة المساة توقيت بيروت بينتقل الأمر من برش الجدي وبيوصل لبرش كون يلي عم بيتابعني من القرارة الأمريكية على الأرجح من الظهر الأمر بيكون ببرشه يعني الساعة ستة واثنعشر دقيقة المساة التوقيت العالمي يوم الأحد الأمر بيصير ببرش الدلو تتحسن الظروف عند إذن لموالي برش الدلو ابتداءا من تلك اللحظة فقط لغيره فإذا باتكن ترجعوا تسمعوا الفيديو ترجعوا تاخدوا نوت لحتى تعرفوا تبرمجوا أسبوعكم التفاصيل بتلقوا بتوقعات شهر آب أغسطس للكم وأيضا كل يوم بيومه المواليد الأوفر حظا نسبيا هذا الأسبوع 9-15 شبعد فبراير الأكثر تعبا 25-31 كنون الثاني يناير رجاءا متابعة الأبراج اليومي بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو وإلى اللقاء باي باي